اشتركوا في القناة جديدة ان شاء الله المقترحة لعام 2021 وفي اطار الحقيقة الموضوع ده كنا بنتابع طبعا التطورات اللي تمت فيما يخص فيروس كورونا وبالذات ان طبعا بعد في خلال الايام الماضية لما منظمة الصحة العالمية اعلنت ان هو اصبح وباء عالمي حضركم تتذكروا احنا طبعا كنا اعلن من اول لحظة ان احنا عندنا خطة واضحة بتشمل 3 اجراءات او 3 مراحل مرحلة الاولى مرحلة احترازية وان احنا بنشوف فيها ايه اللي هي الاجراءات الوقائية المختلفة الاجراءات التانية هو هي لو بدأت تظهر حالات هنتعامل معها ازاي والمرحلة التالتة لقدر الله اللي احنا بندعو ان ان شاء الله مصر بتمرش بيها ان يكون هناك تفاشي للوباء عشان كده يمكن احنا كنا بنتحرك بالزبط طقا لللي احنا بنقول عليه المانيول اللي احنا بيحصل لو نتابع الموقف احنا طبعا مصر يعني كنا فضلنا في الفترة اللي فاتت عدد الاصابات محدودة بالمقارنة باللي كان بيحصل في مستوى العالم كله ابتدى يمكن كانت النقطة يمكن اللي بدأت بالنسبة لنا كانت نقطة يعني تحول هي طبعا مع ظهور المشكلة اللي حصلت في المركب السياحي ودي لو حضركم تتذكروا دي يمكن جات بدأت من حوالي فترة بسيطة جدا ولكن حتى هذه اللحظة كان المشكلة او التركز بتاع الموضوع او الخاص بالاصابة بالكورونا موجود فيه نقطة واحدة او مكان او مكانين على الاكثر فبالتالي كان الموضوع الحقيقة يعني محدود ويعني مسيطر عليه بصورة او باخرى النهاردة مع ابتدينا ان احنا بنتابع في خلال العشر تيام الماضية ابتدى عدد الاصابات يعني بيبدأ ان هو يحصل زيادات بصورة يومية حتى واحنا برضو النهاردة نعايز اقول لحضركم احنا الحمد لله ما زالت نسب الاصابات في اطار الرقم يعني الرقم محدود جدا بالمقارنة باللي احنا عملين نسمعه في العالم معالي وزارة الصحة كل يوم بتنزل بيان الساعة تمانية بتقول الاصابات لكن حتى هذه اللحظة واحنا قاعدين مع بعض تحت الحقيقة عدد الاصابات الجمالي الاصابات 109 من ساعة ما بدأ يعني موضوع فيروس كورونا عندنا ويمكن الحمد لله من هذا العدد فيه يعني مجموعة منهم خلاص اللي هما تحولوا الى السلبي فبالتالي احنا الحمد لله مصر بالمقارنة بالعالم كله الرقم ما زال طبعا رقم محدود لكن كان الهدف بقى احنا لما ابتدينا نجد ان العدد ده بقى اصبح بقى متواجد في اكتر من نقطة وبالتالي بقى موجود في اكتر من مكان مش مش قاصر على نقطة او اتنانية ان احنا كان لازم بقى نبدأ نتحرك فيما يطلق عليه المرحلة التانية ان بقى في حالات وايه هي الاجراءات اللي لازم نتعامل فيها عشان نتعامل مع هذا الموضوع احنا كنا ممكن الاسبوع الماضي حراركم تتذكروا طلع قرار بتعليق الانشطة او الفعليات اللي هي بينتج عنها اي تجمعات كبيرة وطلع هذا القرار بالفعل وقلنا ان احنا عايزين نلغي اي نوع من التجمعات الكبيرة اللي هينتج عنها جزء او عدد كبير من المواطنين متواجدين في مكان واحد النقطة التانية يمكن ودي يمكن برضو بمنتهى الوضوح والشفافية ابتدى يزهر بعض الحالات اللي بتناكتشفها يمكن 3 او 4 حالات لغاية دلوقتي في المدارس لقينا في مدرسة في حالة ايجابية اللي هو ولد يعني مجرد ان هو كان حامل او حاضن مخالط انا ايسف مخالط لولده والده هو اللي كان حامل للفيروس فالولد طبعا نتيجة ان هو مخالط لولده قلنا لا ناخد اجراء احترازي ونقعد المدرسة دي الحالة دي ظهر منها حالتين 3 بنفس الفكرة موجودين ان برضو اطفال احنا عارفين لقينا ان في حالة مصابة من المصريين وعارفين ان اولادهم موجودين في المدرسة الفلانية فابتدينا نقول لا لازم الموضوع ده نواجهه بمنتهى الوضوح والحسم من دلوقتي ومن بدري لان احنا بنتكلم على ان عدد اولادنا اللي موجودين في المدارس والجامعات بالضبط 25% من الشعب المصري يعني احنا عندنا 22% ترجمة نانسي قنقر